لم ينال دور البطولة في أي عمل من أعمال الفنية جسد أدوار صغيرة لكنها كانت مؤسرة هو خليف في فيلم سلام يا صاحبي مصطفى النحاس في ملكة في المنفى هو الخيلة المحب للفلسفة فيهما أيام الضحك والدموع ومصطفى بطاطا في مسلسل أربسك والسول في المال والبنون أسعد الملايين بأعماله ومات بسبب دور برد وزغطة اتولد محمد متولي أحمد في 11 مارس سنة 1945 في مركز شبين القوم بالمنفية وتنقل بعدها للإقامة بالأسكندرية والتحك بكلية دار العروم وتخرج بعدها في المعهد العالي للفلوم المصرحية وبدأ مسرته الفنية في السبعينات كان أول أعمال الفنية في المخال لبالك من زوزو مع القادرة سعاد حسني عام 1972 وشارك بعدها في عشرات الأعمال في السينما والمصرح والتلفزيون أبرز أعماله ليالي الحلمية دور بيسة أو بسيوني أبو حجر وزيزينيا وأرابسك وواحد صعيدي وسلام يا صاحبي وغيرها من الأعمال النكحة قدم متولي طول تاريخه الفني قرابة 250 عمل فنية بين السينما والمصرح والتلفزيون كان أخر أعماله ظهوره بدور عادل في مسلسل وكلين هولعة في المخاطب مرواتي للفنان أحمد سعد وريم البرودي عمل الفنان محمد متولي معيد بالمعهد العالي للفنون المصرحية واكتشف عدد كبير من المواهب قدم نساحة الفنية الفنان أحمد عبد العزيز والفنان سامح السريتي والفنان شريف منير جوز الفنان محمد متولي من السيدة وفاة إبراهيم وهي سيدة من خارج الوسط الفني اتخرجت من كلية دار العلوم وأنجبت له ابنتين 17 فبراير 2018 رحل محمد متولي عن عالمنا بسكتة قلبية دون ضجة إعلامية ودون أن يشعر به أحد ولم يحضر أحد من نجوم الوسط الفني عزاو اللازي أقيم في مسجد الحمدية الشزلية حاجة زوجته السيدة وفاة إبراهيم في أحد لقاءتها عن اللحظات الأخيرة في حياته قائلة كان مريض بالسكر ومصاب بضعف في عضلة القلب لكنه اتوفى بسبب إصابته بمرض البرد والزغطة فقبل وفاة وجاله دور برد أتعبه لما مات اتوفى بزغطة حاجة بنته الفنانة الشابة سمر تفاصيل وفاة وقائلة معرفناش نلحقه قلت له اضغط يا بابا قال لي يا بنتي خلاص ساب الموبايل من إيده وميت حاولت فوق وضغط على القلب وما لحقتش أعمل له حاجة وقالت أن والدها أوصاها أن يكون لها عمل آخر بجنب التمثيل لأنه ليس مصدر رزق بشكل قوي وكان بيحلم دايما بأنها تكون مزيعة الله يرحمه ويرحم الجميع لحد هنا أكون خلصت الفيديو قبل ما مشي ما تنسوش اللايك والاشتراك واتفعلوا الجرس على الكل عشان يمسلكوا كل الإشارات أسيبكم في رعاية الله وأمن وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا